سيد عبدالعزيز من القاهرة يا سلام عليكم سيد عبدالناصر ازاي حضرك دكتور عبدالعزيز ازايك؟ ازايك يا حبيب اشبارك ايه؟ اتفضل يا دكتور لعلك بخير يا حبيبي وبسلم طبعا على الكابتن ضيهة وسيد اللوة والكابتن احمد سليمان اللي احنا عرفناه يعني كابتن قبل ما يبغى السيد اللوة طبعا والكابتن حمادة طبعا اهلا بيك اهلا بيك اتفضل انا يعني اعتبر تقريبا الوحيد اللي بدافع عن الكابتن حسام البدري من ساعة مساء تدريب اتفضل كابتن حسام البدري طعم احترام من الابقامات اللي عندنا حضرتك بس انا بعتبر كابتن حسام البدري ده من اسكى المدربين اللي جم في تاريخ مصر الراجل ده يا جماعة الراجل ده والله بأمانة الراجل ده غير مفهوم الكورة عندك اهلاوي الراجل ده عمل مطش في سنة الفين واتناشر صح مع الترجل تونس في تونس صح المطش ده يدرّف كمدرب لمصر الراجل ده لو حد يفتكر يا جماعة المطش ده الراجل ده قعد ابوتريكا انا كنت فيه كنت في المطش انا مبركات على احتياطي دي حقيقة ونزل في المطش ده كان وليد سليمان وعبدالله السعيد والسيد حمني كان لسه جديد وخلى حكام غالي هو محور اللعب دمام غير التكتيج كله في المطش ده وخلى الاهلي في المطش ده اللي يفتكره طبعا انا رأيي الشخص ان المطش بتاع الاهلي والترجل في تونس في نهاية الفين واثناشر كان احلى مطش الاهلي لعبه في القرن الحديثة مش الستة رايح تخالص على دك لا بالنسبة لروجة نظرنا انا وانه ارضى نفس الكلام حصل تاني مع توبه من ثلاث ايام بالضبط غير خطة خالص خلانا نلعب اربعة اربعة اتنين طبعا بمشتصتها خلى محمد تريف يلعب رقم تسع يعني تسعى ومص تحت اه احمد حسن كوكا غير المفهوم الفريق خالص وخلى المدرب اللي قدامه مش فاهم هو بيعمل ايه وربنا كفقوا بالفوس ثلاثة واحد وربنا كفقوا بالفوس ثلاثة واحد ان هو في عالم مدرب محترم يا جماعة احنا نبذل انا نبذل بس كراجب متابع خورة في العالم خلي بالكوا الستوديو هنا الستوديو هنا عن نفس الكلام ما اختلفناش معاه لما يكون في حاجات كويسة بنقولها احنا بالاقس كنا بنلوم عليها ان هو كمدرب كبير فرط في بعض حقوقه وكاد ان يدفع السمن في حالة تعسره يا جماعة كابتن حسام البدري مفيش حد بيواف معاه خالص كابتن حسام البدري بتعرض لهجوم شديد وكل يعني انا مش متخيئ وده حيئة صح من اول ما استلم هو وتعرض لهجوم فعلا اعلامي يعني اه هجوم اعلامي او هجوم جماهيري انا مش متخيئ الراجل ده صامد لحد دلوقتي ازاي يعني بجد الراجل ده لو نستغله كويس ونوقف في ظهره هنعمل منه انجزات زي اللي عملنا كابتن انشحاتها وزي اللي عملها من كابتن الجوهري احنا مش لازم نمجد في المدرب الاجنابي بس احنا نتباقل احنا مع نجاح تجربة حسام البدري ولكن النجاح يأتي من كبد المعاناة ولكن هو الكابتن حسام احنا متخيل النهاردة الراجل ده بيلعب النهاردة كابتن عبدالنصر اه بيلعب من غير صلاح ومن غير النني ومن غير محمد قاني الاساسي ويحمد توفيق اول مدرس دولة يلعب به وبيعمل كل الانجزات دي نقف وراها يا جماعة وخلي بالك في نقطة مهمة جدا لازم كلنا اخيرا اخيرا احنا الجيل الاخير انا باش انا اسف احنا الجيل بتاعنا مش جيل قوي جيل حاليا في مطر مش جيل ابو تريكا ومتعب وبركات وعمر ذاكي احنا الجيل كويس كويس بس مش عبقاي فاللي يعمل كده بجيل وده بيحصل في العالم كله هولندا بقالها ست سنين ومش عارف اتعمل حاجة خامس يعني فيه فترات كده بتيجى على كل منتخبات العالم صح الجيل بيقع فده مش مشكلة خالس فنهاياتا بسلم عليكو بشكركو على استوديو احنا دكتور منور شكرا جزيرا دكتور عبدالعزيز شكرا جزيرا لا جيل كويس اللي موجوده بقى جيل ده عبقاري عبقاري ممكن يكون في بعض اللعيبة اكثر عبقارية لكن طبعا الجيل التاني كان معظم الخطوط فيها ناس تقيلة اوه معظم الخطوط طبعا طبعا ولكن كل الناس بتقول انه ده اقرب جيل لجيل الكابتن حسن الشهات بس ياخدوا مساحة شوي ياخدوا مساحة جيل ده معا جيل هايل ماشي بس مش ختمهم الظروف يعني كرولة دي حاجة قدرية عدم انتظام المسابقة حاجة قدرية طبعا في اكتر من اربعين لعيب ما تشوف شكل المنتخب الالومبي وشوف اه حوالي عشرين لعيب من يفوق يعني انا بتكلم في نقطة بعد الاضياء موضوع المنتخب الالومبي اه يعني احنا النهاردة ربطين ده متخب مصر الاول اه اللي مع حسام والمعشوي دولة امل مصر امل مصر شونا النهاردة المنتخب الالومبي قدي ازاي؟ شونا متخب الاول بيقدي ازاي؟ يعني المخزون بتاع menخب مصر هو الاولومبي اللي شونا النهاردة فريق قدى بشكل كويس جدا وفي اربعة مع الاول وفي اربعة مع الفريق الاول وانقصين النهاردة المنتخب الاولونبي ولكن الاداء لو هنتكلم منحل المغراطة البرازيل دلوقتي شوقي عنده هوية في الشغل بتاعه من ساحة مبادئ منتخب الاولومبي يعني هو مصر على الطريقة بتاعت تلاتة أربعة تلاتة بمشتقاتها كلها اللي هي بحفظتها بيقدوا بشكل رائع النهاردة برزيل فريق كبير جدا وفريق ممكن أمتعنا أول ربع ساعة كرة لمسة ولعبة وتاك تاك تاك حالة سهلة لكن المنتخب مصر فريق قوي واقف كويس جدا شوق محافظ الولاد بشكل كبير جدا تأفيل عامل ازاي شفت بيعمل ضغط مركب ازاي في وسط الملعب بعدد كبير من اللعبين انطلاقوا تحولوا بشكل كويس جدا من السرعات الموجودة قدام والبالطرفين يعني أول جنل جابه الباك رايت المفروض كريم العراق اللي بيجي من بعيد يبقى من جرايتي في حالة الهجوم فيه انتشار كويس جدا من العمق عندك نصر المهر بشتار كويس عنده أكتر من اللعيب عنده مقاومات جيدة جدا حلول كويسة الدفاع بتاعه صلب عنده احراسة مرة ما جاد من اللجوان كويسة صبح اللي كان قبل موجود قبل كده ومحافظين على الهوية بتاعت اللعب بتاعه يعني في طريقة اللعب معروف شوي يعني الناس كله عارفة طريقة اللعب بتاعتمتخب اللهم بيعمل ازاي اول مباراة والدية تلعبت بمرورة بالرسمي بمرورة بجيكاس الامم بمتشاط اللي هي كوريا والبرازيل فالنهار ده شوي بيراهن على مدالية المؤشرات دي لفض الحالة دي الحالة دي مشي لغاية البطولة خد باك الوقت ده طويل شوية يعني اشترح سبع البطولة ازاي يقدر يحافظ على المستوى ده لغاية ما يوصل البطولة وده المنظر ده ان شاء الله يجب من دالية بإذن الله سعد من اسماعيلية سعد سلطان من اسماعيلية مساء الخير يا سعد مساء الخير يا سيد عبد الناصر ازاي يا حضرتك؟ الله يخليك سريعا لان عندي تليفونات كتيرة ووقتي ملتحمه ولسه كمان المرسلين يا شباب عالكابتن حمادة والكابتن احمد كلمان والكابتن دي الاول اه افتر واحد اكل سمك ومنجة الاول طبعا ببارك للمنتخب الاول الفوز النهاردة الفوز الكبير اول الحمدلله والمنتخب الاولمبي برضو الحمدلله عمل ماشي كويس انا عايز اتكلم في نقطتين احساس عبد الناصر بعد ازن حضرتك اتفضل بسرعة اه اول حاجة بس انا نفسي تتكلموا على اسماعيل شوية عشان اسماعيلي فمحنا اسماعيلي فمحنا بجد اه بعد ازن الكباتن كلها تتكلموا على اسماعيل شوية الاسماعيلي مش شوية ان حضرتكو تدولوا وقت يعني حاضر تمام وانا عارف حضرتك بتحب تتكلم على اسماعيلك وبتتكلم على اسماعيلي كويس يعني جدا 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 اه الحاجة التانية انا بس عايز اتكلم على الهجوم الشارس اللي تهاجم به كابس المحمد صلاح في موضوع الاصابة والناس بتقول فرح والناس بتقول يا جماعة الموضوع مش محتاجة الكلام ده كله الموضوع كله اولا واخيرا هو قدر ويعني كريستيانو الصهب يا جماعة ومشوفناش الكلام ده كله هو مفيش حد يا ساعدي مفيش حد هاجم الكابتن محمد صلاح في مصر الا ميدو وكلام ميدو نقل انا بحب احنا على اليوتيوب قولي الاسامي وكلام ميدو للأسف ترجم على صفحة ليفربول وعمل ازمن محمد صلاح واتخذ عليه مستند ان النجم الكبير احمد قسان ميدو لانه نجم طبعا ولازم نحترمه هاجم محمد صلاح واتهمه انه راح الفرح دون اخذ الاحتياطات الاحترازية واخدوا ده واعتبروا ايدانا محمد صلاح وانا شايف ان ميدو اخفق لانه كان يجب ان يلتمس الاعذار توحد فرح اخوه اه يعني انت بتتكلم في ايه هو كابتن ميدو عنده قسوة شوية في الموضوع يعني مانا بقولك احب اسمي الامور بمسمياته اصلا انا مذاكر الوسط كله يعني هو محدش هاجمه غر ميدو لا انا 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 شايف ان الموضوع سهل يعني في ناس كتير الثابت وخافت وربنا كرمه يعني كريستيانو مافيش اكبر من كريستيانو يعني ما يعني ده شيء قدري بيد الله بنا كنت الاستاذ ابو المعاطي بسني 900 بوسة والعينة طلعت سلبية زي ان شاء الله باه ان ده بتعت ربنا دي تهرانا احضان وبرص ابو المعاطي حلف سلامة عانوا يا زروبي يوب الانتخابات تدعمد في كل التحاليل وكل المساحات كنا لكن تلقبت الي له خلت ضابل شكرا لقمه لقمه بمر كمية لا حمي مانا اورتنا بس وصيتي الاسمائيله يا ابو النصر مالش ان شاء الله بازم الله الاسمائيلة احسن والصفقات زي الفل وعن نتكلم عن الإسماعيلي شكرا جزيلا شكرا يا سعد سريعا كده عشان أحب ألب طلبات الناس بسرعة الإسماعيلي يعني إيه المطلوب عشان يرجع يرضي جماهير ويمتعهم برا موضوعنا لكن في كلمة ونص هو السنة دي عمل صفقات كويس أه وأنا بعتقد أن للمجتم الجديد أصدق أه بس يعني خد وقت كتير المجلس الإدارة اللي موجود عبال ما اقتنعوا أنهما مشين غلط طول الوقت في المدربين وفي اللعيبة في عند كان غير مبرر لكن السنة دي الحق يتقال يعني مشين بشكل كويس بيعملوا صفقات كويس أتمنى أنهم يديروا الصفقات دي بشكل كويس عشان نرضي بس كل الناس وأعتقد أن ريكاردو في يعني كيميا بينه وبن أحمد العجوز وأعتقد الموسم اللي جاي لن يكون أبدا الإسماعيلي كما كان هذا الموسم بكبت الحمد إن شاء الله بص هي الأمور المالية يمكن يحكم الناس الإسماعيلي ولازم الناس تعرف كده كويس يعني هما بيجي باع متولي باع عشان يتدي يسدد اللعيبة اللي موجودة انتزامات عنده انتزامات كتيرة جدا والدخل الإسماعيلي يعني مش النادي الأهلي ولا الزبالك ولا فيه أندية لها دخل جامل الإسماعيلي ما عندوش دخل إسماعيلي عنده جمهور كبير عنده طبعا نادي كبير وكل حاجة ولكن أنا واللي أنا شايفه رصده إن الأمور المالية يمكن هي لم أسرها معاها مش هيقدة جيب صفقة باربعين مليون مش هيقدة جيب الصفقات دي هي بس هو باع لعيبة باربعين مليون ومعملش حاجة ما هو باع مش فرح؟ لا 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 إدمالي أرباحه السوء من اللفاتي قططت المية وعشرين مليون مية وعشرين مليون ولكن معملش بيهم يعني ما هو باع عشان يسد حاجات اللعيبة اللي عنده يقدر لا هو كان يتمنى أنه هو يعمل طفرة مالية ويطلع عناصر جديدة ولكن الفكرة فشلت نجحت ماليا وفشلت في الملعب بالضبط. الادارة اللي تيجي تشتكي تمشي. اه برفو عليك. الادارة اللي تيجي مش قادرة تدير مؤسسة. اه ايوه شايف مجدر مؤسسة. والله العظيم معلم يا كبتر احمد اني مش قادر ما يشكيش. الادارة الادارة اللي تجيش تجيب غيرك واحد تاني يجيب. يا مني مش قادر ما يشكيش روح. ما يديه تقعد تشتكي انا ما عنديش فلوسة ما انت جاي ليه. اه. ما يتجي مش انا بحل لان اماسك حاجة مسؤولية كبيرة اهل زمالك اسماعيلي مصري. بقى تقول شعرات الجمهور. يا ايوه. مش قادر تشتكي تدير سلامه عليكو تمشي. بقى. تجي غيرك يدير.